اهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما ننزل إليهم السنة النبوية ثاني المصادر التشريعية إليها أسندت مهمة بيان القرآن الكريم فلها تعالت الهمم في بيان صحيحها من ضعيفها ومقبولها من مردودها وتسابق الأئمة الحفاظ في جمعها وتدوينها وشرحها فكانت الصحاح والسنن والمسانيد والشروح لكن هل تعاملنا مع السنة النبوية بمنهجية صحيحة؟ وهل السنة النبوية محفوظة كالقرآن الكريم؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة؟ هل التصور الكامل عن الإسلام يمكن أخذه من السنة النبوية فقط؟ أقوال الخلفاء الراشدين هل هي من السنة؟ هل أخذ متن الأحاديث حقه من الدراسة والنقد كما حظي السند؟ لمناقشة هذا الموضوع منهجية التعامل مع السنة النبوية يسرنا أن أستضيف فضيلة الدكتور محمد عياش الكريسي في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل مرحبا بكم فضيل الدكتور فضيل الدكتور أنتم خلال أطروحاتكم تذكرون أن هناك خلل في منهجية التعامل مع القرآن الكريم بداية مع السنة النبوية ومع القرآن ومع القرآن نعم وسبقت حلقة في هذا الموضوع سيدي قبل أن نبدأ بهذا الموضوع حب ذلك وعرفتم لنا السنة حتى نبدأ والمصطرحات واضحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه شكرا لكم في المرة الثانية واحدا من الإشكالات المنهجية الكبرى في قضية التعامل مع السنة ينتج من خلل في فهم السنة يعني ما معنى السنة حينما أقول السنة ماذا أقصد طبعا بغض النظر عن أن هناك استخدامات كثيرة لمصطرح السنة السنة مثلا بمعنى الإسلام ككل يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ما رغب عن سنتي فليس مني ولا يقصد السنة يعني النواثر ولا يقصد حتى السنة الحديثية وإنه ما رغب عن سنتي يعني ما رغب عن طريقتي وطريقته هي القرآن هي الإسلام بشكل عام القرآن والسنة السنة قد تأتي مثلا بمعنى المستحبات مثلا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركيه نعم ومن الاستخدامات الخاطئة مثلا لمفهوم السنة أو التي تنتج عن الفهم الخاطئ لمفهوم السنة الناس يعني ينكر بعضهم على بعض من أجل مثلا نافلة من النوافل هيئة من الهيئات ويحتج مثلا بهذا الحديث يقول من رغب عن سنتي فليس مني نعم كان يقول مثلا صيام ستة شوال مثلا سنة من رغب عن سنتي فليس مني فهذا كلام خطير في بعض الأحيان هيئة من الهيئات الصلاة مثلا أو شكل اللحية ولا سواك ولا أي شيء ويعني يبدأ يستخدم مثلا هذا الحديث من رغب عن سنتي وغالبا مثلا ما يصير هناك نوع من الخلق يعني في مفهوم السنة ما المقصود هنا مثلا بسنتي لما نأتي إلى المصطلح السنة لما تعرف بأنها هي ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هذا الحقيقة فيه تجوز هذا الكلام لأنه إذا كان السنة بمعنى الوحي وبمعنى المصدر الثاني التشريع بعد القرآن الكريم لتبين للناس ما وزيلا إذا كان هذا هو فكيف تكون الصفة الخلقية مثلا من السنة يعني من الوحي والحقيقة مقصود العلماء أخي بهذا التاريخ هو أن هذا المجال فيه المصدر للتشريع وليس هو كله المصدر للتشريع يعني بمعنى أنه أين أجد أنا الحكم الشارعي مثلا إن لم أجده في القرآن أتجه وين؟ أتجه إلى ما ورد عن رسول الله من قولنا فعل لكن ليس كل قول أو فعل هو مصدر هو وحي لأنه ثبت بالصحاح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال أشياء ثم لما فهمت على أن هذا من الوحي أنكر عليهم مثل أظن في صحيح مسلم لما قال من أكل من هذه الشجرة على الثوم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب النمو صلاة فقال الصحابة ها ها حرمت يعني بمعنى أنه النهي هذا يقضي التحريم هكذا فهم الصحابة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا إنه ليس لأن أحرم ما أحله الله أبدا إنما ذلك شيء تكره نفسي فلما يصرح النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا مما تكره نفسه إذن كيف يكون تشريعا كيف يكون من الوحي وهو الذي قال إنه ليس لأن أحرم ما أحله الله أبدا إذن ما المقصود بكلمة أن هذه كتب السنة هذا سؤال مهم نعم لما نقول مثلا عن البخاري كتاب وهو أول كتاب وأفضل الكتب بلا شك من كتب السنة ما المقصود فيها ليس المقصود فيها أن كل حرف موجود في صحيح البخاري هو وحي من الله وإنما المقصود فيها أن هذا هو هذا هو المصدر الذي نستقي منه نعم نستقي منه السنة التي هي الوحي نعم فمهمة المحدث أن يروي كل ما ورد على رسول الله عليه الصلاة والسلام المستدل أو الأصولي أو الفقيه الباحث يأتي إلى هذا المصدر ليستفيد منه ليأخذ منه لكنه يجب عليه أن يميز بينما كان مثلا من الوحي وبينما كان من إقرار الوحي مثلا ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف تصرف بطبيعته البشرية لكنه يكون جزءا من التشريع بمعناه العام بمعنى أنه لو خالف التشريع لما أقره الله هذا موضوع ثاني يعني هذه درجة ثانية أنصح التعبير ما يبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله لما يقول مثلا ذهب الفضة هذاني حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم هذا تبليغ تبليغ عن الله إذن هو وحي أما لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول انزلوا في هذا المكان كان يحب أكل كذا يحب الثريد يحب الكتف من اللحم يحب ينام على خصير هذه قضايا ليست من التشريع لكن من أمانة المحدث أن ماذا يفعل أن يجمع لنا كل هذه المرويات تحت اسم إيش؟ تحت اسم السنة الخطأ المنهجي أن يأتي شخص ويعتقد أن كل ما قرأه في هذه الكتب في هذه المرويات هو من الوحي وهو ليس كذلك بل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نبه أنه ليس كل ما يروى عنه هو من الوحي جميل يعني عندنا خلل بمادة أصول فقه نعم هذا ولذلك يشوف العلماء مبكرا يعني تنبهوا إلى ضرورة أن يكون هناك أصول فقه أن يكون هناك أصول فقه لماذا؟ لأنه أصول فقه خاصة بالنسبة للسنة لأنه في القرآن الأمور في قضية أنه وحي كل حرف في القرآن وحي هذا عمر مفروغ منه بالنسبة للسنة لا بالنسبة للسنة لا فنحتاج في البداية قبل لا نبدأ في مواضيع الاستنباط والمقارنة بين الأحاديث والروايات والترجيح أن نتأكد أن هذا من الوحي أو لا مع أن الأخطاء الشيعة قولهم الوحيين يقصدون كتاب والسنة؟ هو الحقيقي يقصدون الكتاب بلا شك يقصدون ما أوحي إلى رسول الله صلى الله من السنة وليس كل حركة حركها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بوحي قطعا هذا لا غاية ما في الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لو فعل فعلا مثل قصتهما لأعمى وخالف فيها مراد الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يقره وينبه عبا سوى وتولى عبا سوى وتولى وجاءت الأحادي إذن هو الرسول عليه الصلاة والسلام تطرفه ما لاعمى ليس من الوحي أكيد قضية الأسرى مثلا نص قرآني قال ما كان لنبينا أن يكون أنه أسرى حتى يدخن في الأرض إذن تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع الأسرى لم يكن وحيا من الله وذلك جاء الوحي يرشده يرشده ويوجهه إذن هو الخلاصة أن كتب السنة هذه هي تحوي السنة التي هي الوحي تحوي السنة التي هي الوحي لكن ليس كل حديث فيها هو من الوحي بالإضافة إذا بقي عندنا وقت بالإضافة إلى أنه مرويات السنة هي ليست ليست مروية بالنص عن رسول الله وإنما رواية بالمعنى موجودة عد أكثر محدثين هذا أمر طبيعي بالنسبة للنقل لنقل السنة بخلاف القرآن الكريم فلا توجد فيه آية واحدة ترعى بالمعنى بينما الأحاديث حتى الأحاديث الصحيحة فهي مروية بالمعنى وذلك تشوف مثلا الحديث الواحد اللي جاء بعدة روايات هي واقع واحدة مثل حديث جبريل بينما نحن جلوسنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اقتل علينا إلى آخر الحديث تجد أن أنفاض الحديث تختلف من رواية إلى رواية وكلها صحيحة إذن هي صحيحة من حيث إيش؟ محتوى من حيث المحتوى لكن من حيث النص اللفظي العبارة تختلف سيدي القرآن الكريم حفظه الله سبحانه وتعالى بالنص القرآن إننا نفسنا ذك وإننا لحافظون هل السنة النبوية أيضا محفوظة؟ كالقرآن لا كالقرآن أكيد لا لكن هل أن الله سبحانه وتعالى هيئة لهذه السنة من يتولاها مثل ما تفضلتم في المقدمة مقدمة جميلة وعلمية نعم الله سبحانه وتعالى هيئة فحول العلماء من السلف الصالح من المحدثين من أهل السنة المتمين بما لم تسبق أمة من الأمم يعني هذا علم الجرح والتعديل علم ضخم يعني يعني كل راوي يعرفون من مشايخه ومن تلاميذه وما هي أحواله وأين سكن وأين هاجر يعني يحصون عليه كل حركة وكل هذا محفوظ بالمجمل محفوظ بالمجمل لكن لا تستطيع أن تقول بأن هذا هذا الحفظ هو كحفظ القرآن الكريم نعم وهذا أيضا له أسبابه أخي لأنه يعني له حكمته قد لأن القرآن تناولنا هذا في حلقة سابقة لأن القرآن مهمته تأسيس الإسلام يعني الصورة الكلية للإسلام خارطة إسلام الكلية هي موجودة في القرآن وذلك نحن حينما نختلف مع أي طائفة من الطائف مع أي مذهب من المذاهب مع أي شخص نقوله تعالى نرجع إلى القرآن حينما نقول نرجع إلى القرآن لا يستطيع أحد يقول مثل هذه آية مثلا ضعيفة أو هذه مروية عندكم غير مروية عندنا صح إذن معنى ذلك أن حفظ القرآن بلفظه ومعناه بهذه الدقة المتناية معنى ذلك أنه لحكمة تأصيل الإسلام وحتى لا تختلف الأمة ولا يختلف الناس في فهم أصول الإسلام والخارطة لكلية الإسلام لعل هذا يصب بالسؤال لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة السنة النبوية نعم هو هذا نهى لماذا لأنه في المرحلة الأولى من التبليغ كان يبلغ القرآن وكان يريد من الصحابة رضي الله عنهم أن يتربوا ويتشبعوا بمنهجية القرآن بحيث يكون الإسلام عندهم واضحا شوف أخي أظلوك مثلا تربوي لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة بالهجرة من مكة إلى المدينة كمثال ثم بعد ما رأهم بالقتال ثم بعد مثلا أصبحت مثلا علاقات سياسية ومفاوضات ومثل ما حصل في صلح الحديدية ثق لولا أن الصحابة تربوا على منهجية القرآن لكان ممكن أنه كثير من الصحابة يستغربون يعني أنت دعوتنا لعبادة لدين ما علاقة هذه المواضيع مفاوضات سياسية وكتب ورسائل إلى الملوك وحروب ومعاهدات وثيقة المدينة ونترك أوطان لكنه المنهجية التي بني عليها ذلك الجيل المنهجية أنه نبدأ بالقرآن الكريم لأنه يؤصل هذه الخارطة يؤصل هذه المفاهيم وذلك اليوم لما انعكست هذه المنهجية وراح مثلا شخص يتتبع مثلا آثار مثلا في الهيئات والموافل والتفاصيل في السنة أو شخص آخر راحل شيخ مثلا مربط لما تأتي تحديثهم مثلا عن عن أمر من أمور المسلمين العامة لهم مشكلة العام عن الفكر عن الإصلاح عن الأمم عن السياسة عن كده يقول لك ما العلاقة الموضوع على إنشاء لماذا؟ لأن صورة الإسلام في ذهن هي مختلفة عن صورة الإسلام في ذهنك المسؤول عن توحيد نظرة المسلمين الكلية إلى الإسلام هو القرآن جميل هذا هو السبب نفسه الذي دعا سيدنا عمر رضي الله عنه عندما أرسل سفرائه في العراق إنكم تقدمون على قوم لهم دوي كدوي النحل في القرآن فلا تشغلونهم عنه بالسنة نفس السبب لا تشغلونهم بالأحاديث لأنه نعم نفس السبب لأن هؤلاء دخلوا في الإسلام جديد نعم حديثوا عهد بالإسلام حديثوا عن الإسلام فيحتاجون إلى إيش؟ يحتاجون أن تشبعوا بالقرآن أولا ثم إذا أشكل عليهم شيء في التفاصيل يرجعون إلى إلى سنة ولا يفهم أي مستمع أو مشاهد أن هذا امتقاص من السنة لا هذه وظيفة السنة في مقابل وظيفة القرآن وهذا هو الجواب على سؤال لماذا قرآن ولماذا سنة يعني لماذا عندنا قرآن وعندنا سنة هذه الغاية جميل هل يصحب قول أن علم السنة نضج واحترق ولم يعد هناك أي عمل به أم أنكم لكم تحفظ علم السنة يا أخي بلا شك يعني من أهم علوم الإسلام يعني بعد القرآن الكريم هو المصدر الثاني السنة نعم فكرة أن العلم هذا نضج وانتهى ولا يستطيع أحد أن يقدم فيه شيء هذه الفكرة يعني مخالفة لفطرة الله سبحانه وتعالى للخلق أصلا ولمنهجية الإسلام حتى في في التربية في التكوين في التعليم الحقيقة أنه لو قلنا مثلا أن حكمنا على الأشخاص الرواة يجب أن يتوقف الآن لأنه نحن لا نعرف الأشخاص لأن هذه قضية مربوطة بزمن معين يمكن هذا يكون له يعني مقبولية نعم نعم أنا لا أعرف مثلا الراوي فلان إلا من خلال ما ينقل عنه صح؟ نعم يعني نعيش نحن مثلا بعد 1300 سنة 400 سنة صحيح يعني مثلا في قضية الجرح والتعديل ربما مساحة الإضافة فيه إلا اللهم على سبيل المقارنات ونقب المقارنات يعني ممكن أن يكون هذا يعني هنا نقول مثلا أن 90% من علم الجرح والتعديل والحكم على الرواة قد تم يمكن عندنا شيء مثلا ممكن أن ننقض مثلا بعض المواقف أن نقارن ونقيس لكن المجال الأوسع في نقب المثل في نقب المثل الأحاديث النبوية هي لها سند ولها متل السند آمنة بالله أفضل إلى ربهم هؤلاء الذين رووا هذا الحديث ونحن لا نستطيع الآن أن ننبش في قبورهم حتى حتى نرى مثلا الصالح منهم نعم حكمنا عليهم حكم تاريخي والتاريخ في الأخير هو نقب نعم لكن المتن الذي أمامنا نعم معارضة المتن لمتن آخر في نفس الله معارضة المتن للقرآن الكريم هذا لا يمكن مثلا أن ينتهي هذا يتجدد بتجدد الحاجات العقول لا زالت مفتوحة فيه تدبر القرآن الكريم هل ينقطع لا ينقطع كلما تدبرنا القرآن الكريم أكثر كلما هذا يعيننا على فهم السمة أكثر يعني هذا الحديث مثلا ما معناه كيف أتعامل أتعامل معه ومن ثم مثلا نشوف يعني قضية مثلا أن نجعل القرآن حاكما على الرواية هذا طبعا له مبرراته العلمية حتى في علم في علم الحديث يعني سيدة مثلا عائشة لما أخبرت أو لما سئلت أظن هرأ محمد الربة قالت لقد قف شعري بما تقولون أين أنتم من قوله تعالى لا تدركوا الأبصار يعني حاكمت الرواية إلى النص القرآني ويبدو هذه المنهجية يعني كانت عنده سيدة عائشة أم المؤمنين أرضيانا عنها كانت واضحة جدا حتى لما قيل لها مثلا عن حديث إن الميت يعذب ببكائلي عليه قالت أين أنتم من قوله ولا تزر واضحة الوزر نعم عندنا موضوع يعني المتن والسند يعني الكثير الآن المفكرين يقولون أن السند يعني أشبع كما ذكرتم لكن أن المتون لم تنقد بالشكل الجيد فهل توافقون على هذه قولية لم تنقد بالشكل جيد أو لم لا الحقيقي خدمت خدمت ونقدت لكنه في الظرف الذي يعيش فيه الناس في ذلك الوقت نعم يعني مثلا لما تأتي مثلا إلى الإمام أبو حنيفة نعم لما يأتي إلى مثلا حديث لا يقتل مسلم بكافر نعم لا يقتل مسلم بكافر هذا حديث هو لما يقول أنا لا أعمل بهذا الحديث ولماذا لا يعمل بهذا الحديث قال لأن هذا يعني يتعارض مع عمو القرآن مع مبادئ القرآن في العدل يعني أنا لما مثلا أبني دولة هكذا الإمام حنيفة له هذه الاجتهاد نعم يقول أنا أبني دولة الدولة فيها مسلمون وفيها غير مسلمين كان حداثي من أيام نعم وغير المسلمين لهم عقد الذنة وعقد الذنة بمعنى أنهم في حماية الدولة يعني الدولة تحمي هؤلاء لأنه بالمناسبة الإسلام لما يريد أن يبني دولة يبني دولة مدنية ما يبني دولة أنه كل واحد يحمي نفسها بنفسها أنه تشيل إسلاح حتى تحمي نفسك وهذه مسؤولة الدولة صحة الكلام طيب إذن حينما يقول أن المسلم الذي يقتل مسلما نقتص منه والمسلم الذي يعتدي على كتابي مثلا نصراني مسيحي يهودي يعيش بيننا مجوسي حتى المجوس يعيش بيننا هذا لا يقتص منه هذا معنى ذلك أنه إخلال في مشؤولية الدولة في حماية رعاياها في حماية رعاياها وبالتالي هو يقول لا هذا الحديث لا يعمل به طبعا بعض المحققين نحنا فقالوا أنه المقصود بهذا الحديث هو لا يقتل مسلم بكافر هذا في المعركة يعني لو أن مسلما قتل كافرا في المعركة فليس لذويها أن يطالبه وهذا توجيش جيد يعني هذا التقريب جيد لكن الخلاصة أنه العمل بهذا الحديث حينما تعالوا مع مبادئ الإسلام وقسم للناس يظنون أن هذا مثلا 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 قضية الحداثة والحقيقة حتى الإمام مالك هو صاحب مدرسة الأثر لما جاء إلى حديث المصرات معروف في القضية أنه كان مثلا نوع من أنواع الغش أن الشخص لما يبدأ أن يبيع شات أو عنز وكذا يتركها لا يحلبها مثلا ثلاثة أيام أو أكثر حتى يكبر الضرع ويمتلب الحليب فتبين كأن يعني هذه عادتها نعم فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فليردها وصاعا من تمر يعني ملزم الشخص الباع بقبول إرجاعها لكن مع إيش صاعا من تمر قال هذا صاعا من تمر تعويض عن من؟ عن الحليب عن الحليب الإمام مالك يا أخي يقول بأنه هذا يتعارض مع قاعدة من قواعد التشريع الإسلامي ما هي القاعدة؟ قال أنه المثلي في المثليات والقيمة في غير المثليات فإذا كان الحليب مثلي فالمفروض أنه يعوضه بحليب وإذا كان قيمة يعوضه بمال مثلا ليش صاعا من تمر؟ الخلاصة أنه أنه محاكمة مثل الحليب هي منهج قديم ليس جديدة السؤال هل هذا يتوقف؟ خضير الدكتور هذا الموضوع موضوع بعض المفكرين الآن يثيرون يعني بين قوسين يعني هناك موجة كبيرة موضوع حديث البخاري وعندنا مشكلة بالحديث كذا وكذا فهل أنتم مع هذا الهجوم بين قوسين إذا صح التعبير على متون السنة النبوية أسمع منكم جواب بعد قاصل قصير فاصل قصير عزيزي المشاهدين فابقوا معنا ترس أفكار المستقبل أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور نحمد عياش كبيسي حول منهجية التعامل مع السنة النبوية فضيل الدكتور قبل فاصل كنا نتكلم عن علاقة نقد المتن والسند يعني وذكرتم أن الأسانيد ربما نقدت بشكل جيد لكن ما زال هناك متسع لنقد المتون عندنا الآن موجة يعني موضوع البخاري ونقد صحيح البخاري وإشكالية بعض المفكرين بين قسين مع صحيح البخاري ما تقييمكم لهذه الظاهرة الآن؟ هو أخي الموجود الآن بحسب الطلاعي نعم هو يعبر أيضا عن خلال منهجي حتى عند المفكرين يعني مثلا هو يقرأ حديث في البخاري الحديث لا يعجبه ربما نعم ربما لا يعجبون أنهم مثلا يتعارض مع مبادئ الإسلام الكلية مع حقائق علمية مع أي شيء آخر نعم هذا البقى مفتوح فهو ماذا يقول يقول إذن هذا الحديث غير صحيح نعم هو يظن أنه لما نقول هذا الحديث صحيح معنا متنه أيضا سليم نعم وبالتالي هو يتجرع على من يتجرع على الصحيح و أنا أذكر يعني مع بعض الإخوة المفكرين أنهم داخلين في هذا المدخل لما جلسنا مثلا جلسة علمية دقيقة في تحديد معنى الحديث الصحيح يعني البخاري مثلا حينما يروي سند نعم عن رجل ثقة عن رجل ثقة عن رجل ثقة عن رجل ثقة و متصل السند نعم خلاص لأن هذا نحكم على هذا السند بأنه سند صحيح نعم لأنه لو لم نحكم على هذا السند بأنه صحيح نعم لما يأتي هذا السند في حديث آخر راح نواجه مشكلة أخرى طيب لما يروي حديث آخر هذا السند يروي حديث آخر متوافق مع مبادئ الإسلام ماذا تحكمون عليه؟ يعني كنوع من تحديد المصطلحات أردت أن تفتعل مع هذا المفكر نعم يعني أنه هل الاعتراض على متن الحديث مبرر من الاعتراض على السند؟ هل تستطيع أن تقول بما أن الحديث هذا لا يتوافق مع العقل أو لا يتوافق مع العلم؟ معنى ذلك أن راوي الحديث كذاب مثلا هذه قضية غير علمية ثم سيقعون في مشكلة أخرى ماذا لو جاء حديث يتوافق مع العلم يتوافق مع مبادئ الإسلام يتوافق مع القواعد كذا بنفس هذا الطريق بماذا سنحكم على هذا الحديث واضح أن هناك اضطراض في المنهجية الصحيح أنه نحن نسجل أين نقطة الملاحظة هل أنا مثلا درست السند ولاحظت أن هذا الشخص لم يلتقي به هذا الشخص؟ هذا جيد لو كان عندي هذا الملاحظة؟ نعم هل أنا دقيقت في هذا الرجل في تاريخه؟ واكتشفت أنه ليس بثقة؟ وقد روى عنه المخاري؟ هذا معنى أنا دخلت في نقد السند والأمر مفتوح مع أنه طبعا نحكم على الرجال أنه ماتوا قبل 1200 سنة و300 سنة صعوب لكن مع هذا لو كان هو هذا النقد يكون هذا شيء جيد يعني يكون نقد علمي نستطيع أن نقول أنه أنت حكمت على هذا الشخص كثير الكذب من أين حكمته؟ كيف حكمته؟ ونتناقش هذا هو نقد السند المشكلة الموجودة اليوم أنه لا يعرف شيء عن السند ولا يعرف شيء عن الرواة نهاية يأتي يحكم على أن هذا الحديث غير صحيح بمعنى أن الرواة غير ثقات أو سند من القطاء ليس من خلال السند وليس من خلال رجال السند وإنما من خلال معنى في الحديث لم يعجبه لأي سبب من الأسفل؟ ألا تعتبر هذه فضيل الدكتور يعني علة في المتن وهذا موجود في المصطرح الحديث؟ ألا أسفل أليس هذا الذي دعا له الشيخ محمد الغزالي في كتابه السنة بين أهل الحديث؟ نعم محمد الغزالي يا أخي كشف رأي العلماء القدامى الإمام مالك لا يخرج عن هذا الكلام إمام مالك هو يقول أن الحديث الأحادي إذا تعارض مثلا مع مبادئ الإسلام الكلية لا يعمل به أبو حنيفة نحن في حلقة سابقة ذكرنا هذا الشيء رحمه الله قال مثل هذا الكلام قال بأن الحديث مثلا إذا مثلا تعارض مع القرآن الكريم مع عام القرآن لا يخذ به لكن ما حكموا على السند يعني ما طعنوا في السند ما قال بأن هذا الحديث مثلا لا يقتر مسلم بكافر أن هذا غير صحيح وأن رواته غير موثوقين لا لأنه منهجية الحكم على الأشخاص على الرواة شيء ومنهجية الحكم على المتهم شيء آخر لا ينجوز أنه المثل نقول بأنه لأن الحديث هذا فيه إلا معنى ذلك أن الراوي غير ثق هذا لا يصح مع أنه شوف أخير عندنا قضية أخرى أن المتهم المتهم هو ليس متهم هو لا يقول الراوي أن هذا المتهم هو الذي قاله رسول الله بالنص الراوي يقول لك أن هذا الذي فهمته أن هذا الذي فهمته وبالتالي مناقشة فهم الراوي هذا باب مفتوح ولذلك مثلا الحنفية على سبيل المثال يفرقون مثلا في نص الحديث إذا كان فقهي فيشترقون أن الراوي يكون صاحب فقه لأن هذا يعتمد على الفهم هل هناك أيضا خلل بالتعامل منهجية التعامل مع السنة النبوية اجتزاء النص عن سبب الورود؟ هل يؤدي إلى خلل؟ اجتزاء النص عن سبب الورود هذا واضح لأنه في بعض الأحيان مثلا لو جاء سبب الورود يحللنا لمشكلة اللفظ وأذر لك مثال مثلا في قضية المتعة كلمة المتعة لأن اليوم عندنا مثلا ما نقول المتعة يعني يذهب بنا الموضوع إلى متعة الزواج نعم في بعض الروايات التي جاءت مثلا عن أحاديث المتعة يعني مقطوعة من السياق لما تذهب إلى سياق الحديث تجنل حديث مثلا عن متعة الحج ومتعة الحج غير متعة النكاح فالمفكر أو المطلع لما يأتي مثلا ينتقد حديث معين يعني لا يسلم له أو لا يقبل منه أن ينتقد مثلا هذا الحديث دون أن يأخذ مثلا بقية الأحاديث ذات الصلة على أقل تقدير يستجمع هذه الأحاديث حتى يكون نقضه للمتن نقدا علمي مجرد فكرة استبعاد استبعاد معنا معين من حديث معين هذا ليس منهج العلمي أنت اجمع الأحاديث الواردة اجمع الروايات الواردة في بعض الأحيان أخي أنت كما تعلم أن الحديث الواحد الواقع الواحدة جاءت مثلا من خمس طرق الطريق الأول ذكر جزء من الحادثة بالمناسبة هو الراوي ليس ملزما أن يروي كل القصة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة مثلا كم تستغر خطوة الجمعة مثلا عشر دقائق مثلا هاي لا يوجد صحابي يقول كل الخطبة أنت تركز على جانب الله تركز على جانب ثاني وهكذا فالذي مثلا يريد أن ينقد المتن في حادثة معينة في قصة معينة في حكم معين على قل تقدير أن يقوم بما يتيسر من جمع مثلا المتون التي تتعلق بالموضوع من الخطورة بمكان أن يكون هناك اجتزاء إما من السياق التاريخي مثلا أو مثلا من السياق الموضوعي ثم يسلط النقد على جزء من الحديث مقتطع مثل يعني نكرنا أظن في حلقة سابقة مثل قضية جئتكم بالذبح هو أصلا الحديث قيل في مكة وليس في المدينة يعني لم يكن هناك قتال الجو ليس في جو قتال موضوع خارج السياق التاريخ أصلا جميل بعض الأحاديث السيدي ينقلها الصحابة أو الصحابيان وهو أمر يتعلق بأمر عام فألا هذا يعني يؤثر نعم يعني بمعنى يؤثر إيش يعني يؤثر لو كان مثلا صحابي من الصحابة نقل لنا هيئة من هيئات الصلاة طيب الصلاة في صلاة خمسة وقات على قل تقدير الواجبات نعم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي خمسة وقات بين المسلمين نعم لما هيئة من الهيئات لا ينقلها إلا صحابي واحد أو صحابيان مثلا نعم طيب فعلى أقل تقدير يكون هناك يعني يعني ترجيح أن هذه ليس من الهيئات الثابتة نعم ربما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام بطارئ بطارئ وذلك مثلا من الأشياء التي تثار اليوم في هيئات الصلاة مثلا حركة الأصبع شوف مثلا بعض الأخوة يتمسك بهذه الحركة نعم يقول لأنها وردت مثلا في في حديث يا أخي هذه لو كان الرسول عليه الصلاة يعملها باستمرار في كل في كل صلاة نقلها جمهور يعني هذه ليست من مساء التي تخفى نعم لو كانت هي جزء من الصلاة وكان الرسول يعلم الناس الصلاة لا يمكن أن تأتي من من راوي واحد صحيح هل يعني هذا أنها لم تحصل لا حصلت حصلت لسبب ما يعني قد نختلف في تفسيره لكن قطعا هي ليست من أساسيات الصلاة قطعا هي ليست من أساسيات الصلاة لأنه لو كانت من أساسيات الصلاة لوضب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام لوضب عليها الصحابة لو علمها الصحابة لأبنائهم فحينما لا يأتينا مثلا في مثل هذه الحالة إلا رواية واحدة مثلا حتى لو فرضنا أنها رواها ثقة فهذا من عوامل نقد المتن يعني هذه المسألة نقد المتن وهذه قضية ليست جديدة أخي ليست يعني مثارة الآن عند المفكرين المعاصرين هذه أثيرة من سلف الأمة نعم جميل يعني هنا يحطر السؤال الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف أو الحسن هل هو مسألة قطعية لا يمكن يعني مخالفتها هو أمر اجتهادي يمكن أن يختلف العنوات فيها هو قطعا ليس هناك نص من الله يقول هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح يعني أكيد هو بالأخير عمل بشري أكيد هو عمل بشري لكن كيف نفرق بين حالته يا أخير بين حالة أنه هذا العمل البشري منضبط بقواعد علمية وبين أن يكون عن هوا هذا هو الذي نخشى منه لأنه حينما نقول أن هذا عمل بشري قد يظن البعض أن البعض مفتوح يعني لكل من هبه أدابه من دون ضوابط علمية نحن نقول نعم هذا جهد علماء وبالمناسبة يا أخي ترى هذه القضية العلمية لماذا دائما عندنا مشكلة مع قضية التأصيل العلمي يا أخي أي علم من العلوم حتى علم الطب الآن حينما يتكلم طبيب مثلا في المعطيات الطبية هو هل هو وحي لا لكن هو ينطلق منين ينطلق من ضوابط علمية من قواعد علمية ويقيمه من يقيمه أهل الصنعة الذين يعرفون هذه الضوابط عندنا أخي بعض العلوم الشرعية هي من هذا القليل هي ليست وحي صحيح علم الجرح والتعديل ليس وحي لكن أيضا هو علم وبالتالي لكل علم ضوابطه يعني لا ينبغي أنه حينما نقول هذا ليس وحيا بمعنى أنه أن هذا ليس علما لأنه أكثر العلوم الموجودة على الأرض هي ليست وحيا ربما في هذا السياق سيدي يقول يعني البعض وخصوصا من الذي يريد أن يبني مشروع معاصر يناسب الأمة يقول هذه الأحاديث كانت تناسب تلك المرحلة والآن نحن في عصر جديد ومعطيات جديدة فيقتضي أن نتخفف من هذه الآثار وطبعا هذا ممكن يكون في الأحاديث المتعلقة بالتطبيق والتنفيذ ليست بالتبليغ هذه يعني وحدة من أشكالات فهم السنة يعني مثلا الرسول حينما يبلغ عن الله حينما يقول أن هذا حلال وأن هذا حرام أكيد هذا لا يقصد وقت معين وجيل معين هذا تبليغ هذا وحي الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يطبق قوامل الله يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أمر رسوله وسلم بالحج صح؟ هذا وحي ولا لا؟ وحي كيف حج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حج على ناقة حج على جمل حج على بغل مثلا نظم الحج بطريقة معينة هذه القضايا ليست من الوحي وبالتالي هي خاضعة لكل زمان وما كان حينما نقول أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بالقتال كيف قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف وضع الخطط العسكرية؟ كيف قدم؟ كيف أخر؟ هذه من السنة التطبيقية السنة التطبيقية نعم السنة التطبيقية نحن غير ملزمين بها لأن لكل زمان ما يناسبه من التطبيق فأنا مثلا أطبق فريضة الحاج أو فريضة القتال أو فريضة الدعوة أو الأمر من أعرف أنها منكر أو كذا أطبقها بالطريقة التي تناشى بالعصر الذي أنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام باعتباره منفذا لأمر الله بكل تأكيد أنه كان ينفذ بما نناشى ذلك الزمن نعم أما باعتباره مبلغا لأمر الله فهذا لا يختلف عن الوحي فحينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا عن هذا المثال ذكرنا أكثر مرة عن الذهب الحرير يقول هذاني حرام على ذكور أمتي هذا لا يخذ زمن معين نعم هذا تشريع هذا تشريع أما التطبيق نعم هذا يختلف من زمان إلى زمان بكل تأكيد بل أنا أقول لك ليس في السنة فقط حتى في القرآن لما يذكر القرآن مثلا شيء متعلق بأدوات تطبيقية يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني مشيا وعلى كل ضامر الضامر يعني الناقل لمعدل السفر نعم صح طيب هذاني أدوات تطبيقية هذه ليست منزمة يعني نحن لا نحج لما قال مثلا ومر باطل خيل هذا ليست شريعات البعض يقول ربما ستنتهي الكهرباء وكذا ونعود للخيل طيب ماشي حتى على قل تقدير هذه المئة سنة اللي نحن فيها المئة الدبابات ماذا نفعل نجهز خيول حتى نطبق الآية تطبيق الآية ليس بالخيول تطبيق الآية بالأجهزة الحديثة بالأدوات الحديثة لأن القرآن حينما ذكرها لم يذكرها على أنها تأصيل لحكم شرعي وإنما ذكر أدوات لتطبيق حكم شرعي كانت تناسب ذلك الزمن يعني مثل الهدف والوسائل الأهداف ثابتة والوسائل مرنة والوسائل مرنة وذلك أنا في عندي مثلا يعني أقدر مثلا بعض مثلا المفكرين اليوم لما يعترضون ليس يعترضون وإنما يثيرون تساؤلات مثلا على قضية رؤية الهلال فعلا هل رؤية الهلال كانت من القضايا التطبيقية ولا من القضايا التشريعية الأصلية يعني لأن القرآن لما قال مثلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا هو الحكم يعني الذي يحضر الشهر لأن يصم شهر رمضان كيف ندرك شهر رمضان أما صموا لرؤيته وأفضل لرؤيتها أيها إذا رأيتمه فصموا فيقينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء يتكلم عن وسيلة في ذلك الزمن لا توجد غيرها أصلا سيدي سمعت منكم مرة يعني تجديد الدين قلتم أن الإنسان يتغير من عشرين سنة إلى الآن الخلايا وكذا تتجدد وشبهتم الدين بهذا التشريع ممكن أن توضحوا لنا أكثر يعني هو عندنا نحن مشكلة هل الدين ثابت ولا متغير مثل الإسلام ثابت ولا متغير فأنا قلت وهذا بأن كان في حوار مع بعض الأصدقاء العلمانيين فقلت لهم لا الإسلام ليس بثابت كما يتوهم البعض يعني بمعنى أنه ثابت بنفس الصورة التي كان عليها قبل ألف روحين سنة وليس بمتغير يعني يتحول إلى شيء آخر وإنما هو ينمو قال يعني كيف ينمو فالظن كان الأخ الأمامي يسمه ماهر فقلت لها أنت اسمك يش؟ قال ماهر قلت لها أنت اليوم قبل عشرين سنة اش كان اسمك؟ قال ماهر قلت لها ماهر اليوم هو نفس ماهر بعد عشرين سنة أو قبل عشرين سنة قال لا ما الذي تغير؟ ثوابت الهوية ثوابت الشخصية موجودة أنت ماهر أنت لست محمد صح أنت لست علي أنت لست عثمان لكن أنت أيضا لست ماهر الأول صحيح أنت تنمو ومثلها في المثال آخر أن مثلا شجرة تمر النخلة وشجرة المرتقال تتميز عن هذه لا يوجد اختلاط أو التباس لكن شجرة النخلة بداية نموها تختلف عن شجرة النخلة لما بعد مرور مرور سنوات صورة الإسلام أيام الرسول عليه الصلاة والسلام قطعا هي ليست صورة الإسلام أيام الخلفاء الراشدين قطعا الأمة تطورت أيام الخلفاء الراشدين ليس مثل أيام المأمون وأيام هارون الرشيد وأيام كده أيام هارون الرشيد ليس الآن أنا لا أستطيع الآن أن نركب البغل وأن نركب الناقة وأن حجع فهم مثله البنوك الإسلامية فكرة البنوك الإسلامية هذا كمثال يعني مع بعض التحفظ على التسميات والمصطلحات لكن بالشكل عام عندنا بنوك شرعية ليست ربوية هل في زمن رسول عليه الصلاة والسلام كانت هناك بنوك إسلامية شيء اسمه بنوك إسلامية إذن البنوك الإسلامية هي صورة من صور نمو الشريعة الإسلامية ومواكبتها للعصر فالذي يريد أن يقول نحن نبقى على نفس الصورة الأولية نقول له يجب أن لا تتعامل مع البنوك والذي يقول بأن الإسلام يتغير يقول لا الإسلام ليس الشيوعية كالثوابت لا يتغير أنما الوسائل نعم وهذه الوسائل ليست سهلة هذه الوسائل والأدوات هذه قد تكون مساحات واسعة جميل قضي الدكتور معنا دقيقة واحدة وقع عندي سؤال لا أريد أن تجاوز الحلقة قبل معرفة الجواب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الماديين هل حجية سنة الخلفاء الراشدين مثل حجية سنة نبوية؟ ليست هناك سنة سنة الخلفاء الراشدين وقلنا إذا كان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين قسم تشريعي وحي من الله سبحانه وتعالى وقسم تطبيقي من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم البشرية فما بالك بسنة الخلفاء الراشدين؟ سنة الخلفاء الراشدين معانها طريقتهم في تطبيق السنة النبوية هذا بالعكس هذا دليل على أنه الشريعة الإسلامية تنمو الخليفة الراشد هل يحى إليه؟ طبعا لا لا إذن وحي انتهى ولا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم إنما هديهم رضي الله عنهم أرضاهم منهجيتهم في كيفية التعامل مع النص الديني وفي تطوير الوسائل والاحتفاظ بالثوابط هذه هي سنة المقصودة شنة الخلفاء الراشدين؟ أزاكم الله خير أصدر الدكتور أحمد عياش لك في نهاية هذه الحلقة وشكراً لسعاتي شكراً لكم يا أخي وأنتم أعزائي المشاهدين أشكركم حسن متابعتكم دموتهم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر وسقيها ترجمة نانسي قنقر